مدارس الفكر الإداري سنركز في هذا الكتاب المقرر وفي هذه المحاضرة على ثلاث مدارس أساسية تمثل الفكر الإداري وإن كنتم ستجدون في بعض المراقع تتم الإشارة إلى أكثر من هذه الثلاث المدارس لكن نحن سنقتصر على دراسة الفكر الإداري عند هذه الثلاث المدارس المدرسة الأولى هي المدرسة العلمية والمدرسة الثانية هي مدرسة العلاقات الإنسانية والمدرسة الثالثة هي المدرسة السلوكية. المدرسة العلمية يمثلها ثلاثة رواد لديهم فكر إداري بارز وواضح تشكل الأساس العلمي والمنهقي لدراسة الإدارة. يمثل المدرسة العلمية فردريك تيلور في أمريكا وركز على دراسة بيئة العمل ودرس الوقت والحركة وقدم أفكار علمية مثلة الأساس لدراسة الإدارة. هذه المدرسة المدرسة العلمية ممكن تلاقوها في بعض المراقع يشار إليها بأنها باسم المدرسة الكلاسيكية وأحيانا نطلق عليها المدرسة العلمية. نحن سنقتصر على المسمى المدرسة العلمية والمدرسة الكلاسيكية وأحيانا نطلق عليها المدرسة التقليدية إذن كلمة العلمية الكلاسيكية التقليدية هي بمسمى واحد يطلق على مدارس الفكر التربوي التي ركزت على ثلاثة قوانا. جانب بيئة العمل وقانب تقسيمات الإدارية التقسيمات الإدارية هذه من أفكار العالم هيري في فرنسا وركز على التقسيمات الإدارية وعلى عناصر الإدارة كما سنعرف لاحقا العالم الثالث ويسمى ماكس فيبر في ألمانيا وركز على مفهوم البيروقراطية واللي سنعرف لاحقا بأن البيروقراطية تعني سلطة المكتب بمعنى الاعتماد على اللوائح والتنظيمات اللي يتوقح العمل لاحظوا في هذه المدرسة المدرسة الأولى ركزت على الحوافز وركزت على بيئة العمل وركزت على التنظيمات الإدارية الموجهة للعمل وعلى اللوائح والتنظيمات وغفلت عنصر العامل كعنصر أساسي في عمل الإدارة نلاحظ في المدرسة الثانية أنها ركزت على جانب النقص اللي كان موجود في المدرسة الأولى أو المدرسة العلمية حيث ركزت مدرسة العلاقات الإنسانية على جانبين الحاجات العاملين النفسية وكما ركزت على حاجات العاملين الاجتماعية هذه الحاجات نتقت من دراسات التون مايو التون مايو هذا استمر يبحث في العلاقات الإنسانية لمدة ست سنوات من عام 1927 واستمرت أبحاثه إلى عام 1932 والبعض يقول إلى عام 1933 المهم أنه الدراسات التي قام بها التون مايو في مصانع ما يسمى مصانع النسي بهاوثورن يعني خرجت بأهمية اهتمام بحاجات العاملين النفسية وهمية الاهتمام بحاجات العاملين الاجتماعية وكيف أنها تؤثر في إنتاجية العاملين لكن لاحظوا أبناء الطلبة بأن المدرسة الأولى ركزت على الجانب اللي حوافته على تقسيمات الإدارية وتركة العامل المدرسة الثانية ركزت على اهتياجات العامل النفسية والاجتماعية وتركات يعني الجانب التنظيمي للعمل ومطلبات العمل نفسه وحولت كثير من المؤسسات وكأنها وقدت على أساس سقوم بالرعاية الاجتماعية وهذا طبعا عمل غير صحيح نلاحظ أن المدرسة السلوكية جامعت بين مطلبات العمل وبين اهتياجات العاملين وبالتالي المدرسة السلوكية ركزت على جانبين الجانب الإنساني والعلاقة الاجتماعية كما ركزت على العمل والقوانب التنظيمية باعتبار أن العمل لا يمكن أن يتحقق إلا بتحقق مطلبات العامل النفسية والاجتماعية ولا يمكن أن يتحقق إلا بتلبية المطلبات التنظيمية والوظيفية المدرسة الثالثة يمثلها أربع رواد كريس آر غريس في بعض المراقع ممكن أن نتلاقي كريس آر غريس يعني آر غريس بالجيم وفي هذا المرقع كريس آر غريس بالغين ليست اختلافات كبيرة لكن سنركز على الاسف كما ورد في هذا الكتاب إذن من رواد المدرسة السلوكية كريس آر غريس إبراهيم ماسلو دوغلاس ماك غريغر أو ماك غريغر هؤلاء الرواد شكلوا بأفكارهم أساس إداري أثر الفكر الإداري ويمكن من يواصل في التخصص الإدارة سيدرس هذه النظريات وكانت نظريات ماسلو للحاقات أو نظريات ماك غريغر X و Y وفيها مفاهيم وتوسعات أكثر ليست مطلوبة منكم في هذا المقرر اشتركوا في القناة